بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشوفوا النهاردة حاجة جديدة في الـ Directives اخر حاجتين وبعد كده هنخش بحاجة جديدة ان شاء الله لو انا مثلا عندي Select وبشتغل على ان انا بختار الـ Select ده في الـ Adapt يعني على سبيل المثال انا لو رحت هنا عندي على المثال بتاع اللي انا عامله وعندي قيمة معينة هنشئها وانا بنشئ القيمة فرضنا ان انا عندي Select Value الاول تعالى نشوف هنا على الـ Migration احنا ممكن نضيف Column جديد على الجدول بتاعنا من غير ما احنا ندخل هنا ونعيد تعديل الفايل ده ثاني ده بيكون افضل في حالة ان انت شغال على Production Product أو Project عموما وبيضيف له Updates فانت مش معقولة هنا تمسح كل الـ Migration وتعيد مرة تانية انت محتاج ان انت تضيف وتحذف Column فبالتالي تبقى للـ Framework لو رحنا على laravel.com وجينا هنا Search على Document لو رحنا على الـ Schema وشوفنا هنا Available Column Type طيب احنا كل الانواع ده تعرفنا لكن احنا عايزين نـ Add Column جديد فبالتالي لو رحت عنه Migration قولت PHP Artisan Make Migration او رحنا قولنا Migration شوفنا امر المك هنا مع بعض نبص هلاقي ان احنا عندنا امر Make Migration فبالتالي او PHP Artisan Make Migration وهقول Add Status Column في التست فولدر مثلا هينشئ لي File جديد هينزل عندي هنا هروح عنده وابص هنا هلاقي ان انا عندي Blueprint والـ Schema جاهزين واقدر هنا في الـ Up اضيف الـ Column او في الـ Down أحزف Column فبالتالي لو رحت هنا على الـ Web Site خدنا الـ Updating Tables Query وقلنا ان انا عندي في الـ Up هحط اللي هو Schema Table Users وهقول ان انا عندي Tests Table هزود عليه Enum وهقول ان هي حالة مثلا Status وهقول ان هي فيها Enable مثلا Disable فبالتالي لو جيت قلت PHP Artisan Migrate بس قبل ما اقول Migrate خليني كمان نزود حاجة تانية يكون مثلا Boolean هقول ان هي مثلا Show هتكون فيها 01 بعد كده هعمل Migrate هيتنفذ عندي الـ Column test بتاعي وهيكون الـ Colum تمت اضافتها فهروح مرة تانية على Views Example هروح في الـ Create هزود انا حالتين الحالة الاولى ولي اكون انا هزود الـ HR بعد كده هاجي هنا هقول ان انا عندي Select اوكي هقول ان هي حالة او يعني هقول اللي هي name بتاعتها وبعد كده هقول له القيمة اللي هي option فيها الفاليو مثلا Enable وهقول هنا Enable هزود اقول Disable وهي جي هنا Sorry Disable وهنا Disable كمان هعمل Checkbox هقول مسلا ان انا عندي الـ Label خلينا نختصر الوقت في الـ Label ده ممكن اجي هنا بس ازود الـ Horizontal دي بس موقع طبعا يعني التنسيق ده هيبقى قدام ان شاء الله هيكون عندي راديو اوكي ممكن اقول راديو مثلا انا هقول ان هي الـ Name بتاعتها show والفاليو اه مثلا yes او true او وان وبعد كده هديها مسلا اي دي هقول show واجي هنا هقول show ممكن نزود كمان هنا على الـ Label هقول ان هي show data مسلا واجي هنا اقرب الكلام ده كل مرة تانية zero انا كده عندي نفس الـ Name طبعا على الـ Radio عشان يحصل الانتقال ما بين القيمة والتانية فبالتالي اوجي هنا على create هذا ان انا عندي show وعندي enable disable خلينا نقول الحالة تعال نزود هنا نقول مسلا ان انا عندي label جديد اوكي وهسميه هنا اقول الحالة بتاعتي key status فبالتالي هجعمل refresh هدين الحالة enable و disable و الـ Show فبالتالي انا محتاج بقى اروح ازود القيمتين دول في عندي في الموديل طب بكل بساطة انا اروح على app models test انا ممكن اجي هنا واقول ان انا عندي اه اللي هي الحالة وكمان show column ممكن كمان اروح على table بتاعي اللي هنا اه سوري الـ controller بتاعي في store method انا ممكن اجي هنا واقول ان انا عندي الـ Show يعني او انا اقول له ان هي واحد وزيرو اوكي وممكن اجي هنا اقول show وهنا هقول له show برضو ممكن ازود الحالة وهنا هقول برضو الحالة يعني بس هنا الاول نزود هنا نسبة القريب بتاعتنا اوكي وهجي فوق برضو وهنا الحالة هنا وهي هقول ان هي وان مثلا اه و disable طبعا فيه اسمها بس انا عايز اختصري لموضوع عشان ما تقولش عليكم طيب نفس الكلام ده انا ممكن اطبقه فين في الـ update فبالتالي لما اجي هنا على الـ update اخد نفس الكلام ده ببساطة كده ممتاز فبالتالي تعالى بقى نروح نقول هنا في الـ index مرة تانية هذا الـ index ممتاز تعالى بقى نيجي هنا ونروح على الـ form ونعمل create تمت الاضافة ادي الحالة اه طبعا عايزة تزاود تحت فاحنا ممكن نزاودها في الـ index برضو هنا هنا تحت الـ name الحالة وي الـ show فممكن نروح على الـ data او سوري الـ data column نفسه ازاودهم بقى براحتي تحت الـ name هقول ان انا عندي status وبعد كده الـ show هيديني طبعا صفر واحد فبالتالي تعالى نشوف لاحظ enable وone طبعا احنا ممكن نزاود هنا بـ if statement ولقول ان هي show hidden يعني ممكن اجي هنا ازا كان دي مثلا بالشكل ده كده واحد او يعني true او باي طريقة ممكن اقول له show else hidden ممتاز فنجي هنا نرفرش لاحظ ازا نجي بقى عند المهم لما اجي الـ edit انا محتاجة ازاود بقى هنا select و ready او باطن هاجي لـ edit مرة تانية ازاود اوم هنا واقول بقى هنا في شرط ممكن يجي هنا نقول ان في التست بالشكل ده كده show ازا كان one هقول له ان هو checked بالشكل ده اجي مرة تانية باختصار اننا هنا اقول له ان كانت صفر طبعا ده يعني عشان نوضح الفكرة لا ان هي selected على الشو كذلك الامر على الحالة فممكن نجي هنا اقول test sorry بالشكل ده كده ازا كانت enable هيقول لي بالشكل ده selected else هتكون خالية فبالتالي كذلك الامر هكرره فين هنا على option بالشكل ده وهقول ان هي disable فبالتالي لو جينا عملنا refresh هلاقي ان هو واقف على ال enable لو عملنا update هيقف على ال disable حتى نعمل كده ونعمل update لاحظ ال disable ارجع تاني ادت هيقول ان هي disable فبالتالي بقى نيجي لل part المهم في الموضوع ان انا مثلا اعمل هنا الشرط زي ما انت شايف كده ان هو ازا كان enable يعمل selected وازا كان disabled يعمل selected على option التاني ال directive اللي عندي بقى بتوفر ان انا اقول له selected بالشكل ده واخد الشرط بدون ما اكتب الشرط الطويل ده هنا فبالتالي انا ممكن استغنى عن كل الكلام ده وهو على طول اقول له الشرط اذا كان true هيعمل او هيديني return لل select كذلك الامر برضو هنا على ال enable اخد الشرط ده كله اشيل كل الكلام ده وفقط اكتفي بال selected directive فبالتالي لو جيت هنا اعملت refresh لاحظ واقف على ال enable كذلك الامر هنا برضو مع checked انا ممكن اجي هنا اقول له directive بتاعي اسمه checked اقول له بس الشرط بتاعي هو هيديله اذا كان true على طول هيديله value checked فده بيوفر عليك في الكود وكمان بيخلي الكود بتاعك clean جدا ومبقاش في عندك اي حاجة تخليك تكتب كتير في المستقبل يعني تختصر كتير من الحاجات فهنا هقول له checked احط له بس اذا كان one هيرجع checked اذا كان zero هيرجع checked فطبعا لو جينا هنا وصينا وعملنا refresh هلاقي واقف على الشغل لو اقولنا ان انا هغير واقول له head وهنا disable واعمل update قال لي ان هي لاحظ وقال لي disable فبالتالي لو رجعت مرة تانية edit هلاقيهم هما مكانهم بس هنا عندي مشكلة في الجزء ده disable اه هنا نشيل بس ال d هاجي هنا اقول لاحظ disable فبالتالي الامور اصبحت كده واضحة اعرفنا ما هذا ازاي تاد column جديد من خلال migration على ال current table بتاعك بدون ما انت تروح تعيد migration مرة تانية وده هيخليك في المستقبل تتعامل مع السكيمة بشكل احترافي اكتر اه تاني الشيء اعرفنا ال directive اللي هو الجديد او ال to directive جديد في درسنا لها selected والchecked نقف لحد كده كم في درس جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته